بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير جميعا يسعدني أن أرحب بصاحب السمو الأمير فيصل بن طرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذه الزيارة وسموك أنت الضيف الأول في بداية عام جديد جعله الله عز وجل عام خير على المملكتين الشقيقتين على أمتين العربية والإسلامية وعلى العالم أجمع وهذه الزيارة تأتي في إطار التواصل والتنسيق المستمرين بين المملكتين الشقيقتين في إطار بحث السبل التي نستطيع فيها أن نترجم العلاقات التاريخية الأخوية التي تجمعنا تعاونا أوسع في مختلف المجالات وتنسيقا إزاء جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية التي تعنينا أكدت وسمو الأمير مركزية العلاقة الأردنية السعودية واستراتيجيتها إن شاء الله نموذج في العلاقات بين الدول الشقيقة هذه العلاقات التي تسير بشكل مستمر نحو أفاق أوسع من التعاون والتنسيق بتوجيهات القيادتين الشقيقتين واليوم كان فرصة لنبحث في أجندة التعاون الثنائي في العام الجديد وتطرقنا إلى عديد المجالات التي يجري فيها الآن بحث مكثف بين الزملاء المعنيين في القطاعات الفنية ونحن مصممون على المضي بهذا التعاون كما قلت إلى أفاق أوسع وأعمق وفي هذا السياق تحدثنا عن الاجتماع القادم للجنة المشتركة الذي المخطط له أن يلتأم في بداية هذا العام وسيكون فرصة للبحث بشكل مفصل حول كل قضايا التعاون الثنائي أود أن أؤكد على تثميننا العالي لمواقف المملكة العربية السعودية الدائمة في إسناد الأردن وفي دعمه وفي الوقوف إلى جانبه وأؤكد ما أكده سيدي جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بأننا نقف دائما أيضا إلى جانب أشقائنا في المملكة العربية السعودية فكما قال جلالته أمننا واحد واستقرارنا واحد ومصيرنا واحد ونحن ماضون في التعاون بكل ما يخدم مصالحنا ومصالحنا العربية أيضا وفي هذا السياق أود أن أؤكد مرة أخرى على أننا ندين بالمطلق كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية ونحن مع أشقائنا في كل خطوة يتخذونها من أجل حماية أمنهم واستقرارهم ونثمن أيضا الجهود العالية الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة اليمنية تحدثنا أيضا بشكل واضح حول القضية الأساس القضية الفلسطينية التي أكد سموه وأنا على أنها كانت وستبقى قضيتنا المركزية الأولى وجهدنا منصب على إيجاد أفق سياسي حقيقي أخذنا باتجاه تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين أطلعت سموه على نتائج المحادثات التي كنت أجريتها في رمالة بتكليف من جلالة الملك وأيضا المحادثات الثلاثية التي استضافها أشقاؤنا في مصر من أجل العمل معا لإيجاد أفق سياسي حقيقي ولإسناد الأشقاء الفلسطينيين ونحن موقفنا واحد في هذا الأزاء ومستمرون في التنسيق والعمل معا من أجل ذلك شملت المحادثات وهي كانت محادثات موسعة كل القضايا الإقليمية، الأزمة السورية، الأزمة في ليبيا، الأوضاع في العراق ونحن متفقون في مواقفنا بأننا مستمرون في العمل من أجل حل هذه الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار وتكثيف أيضا الدور العربي في جهود حل أزمات المنطقة نحن متفقون على أنه يجب أن يكون لنا دور رئيسي في منطقاتنا ويجب أن يكون لنا الدور الأساس في حل قضايانا الإقليمية فمرة أخرى كل الترحيب بسموه وكل التأكيد على أننا بتوجيه من قيادتنا سنبقى نعمل معا من أجل البناء على هذه العلاقات التاريخية المتجدرة وأخذها إلى آفاق أوسع، ليس فقط فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية ولكن أيضا فيما يتعلق بتنسيقنا إزاء القضايا الإقليمية واسمحوا لي قبل أن أنهي أن أشير بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة الآن تعمل من أجل استضافة إكسبو تونتي ثيرتي وأكدت لسموه بأننا ندعم هذا التوجه ونحن معهم ونسندهم في هذا السعي لأن أي نجاح تحققه المملكة العربية السعودية هو نجاح لنا في المملكة أيضا فكل الترحيب بك سموك وكل التمنيات بعام أفضل إن شاء الله لنا جميعا وتفضل الحمول شكرا جزيلا معيليك ويسرني الحقيقة التواجد اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى جانب معيليكم وأشكر حكومة وشعب المملكة الأردن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة تجمع المملكة والأردن علاقات أخوية تاريخية راسخة أساسها الاحترام والتعاون المشترك في العديد من المجالات وهذا ما يؤكده التواصل المستمر على مستوى القيادة وكبار المسؤولين في البلدين من أجل المضي قدما في تعزيز العلاقات ونقلها لآفاق أرحم لقد كان اجتماعي مع أخي وزير الخارجي الأردني مثمر وبناء حيث بحثنا فيه عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل إرساء دعايم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط وكما ناقشنا ما تتعرض به منطقتنا من تحديات سياسية وأمنية وأكدنا على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك بخصوص هذه التحديات مع إجادة الحلول السلمية لها بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي كما شددنا على دعم البلدين الشقيقين لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وإيقاف كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والشقيق وثمنت في نقاشنا الدورة المهمة التي تقوم به المملكة الأردنية في دعم مسارات دعم قضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في فلسطين لحصولهم على حقوقهم كما أدى أن أثمن موقف المملكة الأردنية الشميل رافض لكل ما تتعرضه المملكة من هجمات إرهابية تجاه المناطق والعيان المدنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران كما تطرقنا إلى الدور الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودعمه الميليشيات كما أكدنا على همية تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من تلك السناح النووي وخلال المنطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وعلى همية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافهة الهاب الضرف وأكدنا أيضا أن أيدينا كعرب ممدودة للإخوة في إيران في حال تجاوب مع معالجة هذه الهموم العربية فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة كما استعرضنا التطورات الأخيرة في أفغانستان وضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني خلال أزمته الإنسانية والعمل فإن تتكاتف الجهود الدولية للمساهمة في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت واستعرضنا أيضا خلال اجتماع فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبدة لتنميتها في ظل توجيهات القيادتين الواضحة أن الجانب الاقتصادي والتنموي وتعزيز الرفاه للشعبين هو الأساس وهو ما يجب التركيز عليه وكان هناك حديث مستفيد بما فيه ما ذكرها أخي معالي الوزير عن اللجنة المشتركة وتعزيز حقيقة العمل المؤسسي لتحقيق المصالح الاقتصادية وهناك رؤية عند قيادتين البلدين أن هناك فرص كبيرة لم تستغل بعض بالكامل وعلينا نحن السعي لتحقيقها والعمل الجاري على ذلك أخيرا أود أن أعبر مجددا عن سعادتي لتواجدي هنا في المملكة الأوردنية الهاشمية والتطلع لتحقيق رؤية قيادتين حفظهم الله في البلدين نحو مزيدا من الاستقرار والتقدم للبلدين والشعبين الشطين شكرا